طيب خلينا نروح لسوبر السيدات كرة السلة الحمد لله الأهل يفي فوز على مصر التأمين برضو ماشيين كويس بنتيجة مية واثنين ستة وسبعين المباراة كانت لعبة مبارح على صالة مركز شباب الجزيرة اللي هو ملعب مصر التأمين وتقلق من فرينا طبعا المحترفة كايلة وثريا محمد وفريدة واقل الماتش اللي جاي لنا هيكون يوم التلات اللي جاي مع نادي الصيد بإذن الله في ريتنا بتقدي مستوى كويس وعايز أقول لكم النكايلة مستمرة معنا لأنه هو طبعا قاله النكايلة ماشي عشان ترجع تلعب في الدولة يوم بيه مستمرة معنا لغاية أخلي الشهر يعني هي من حبها في النادي الأهلي واتزامها معا بالرغم النكايلة تلعب في الدولة يوم بيه اللي هو أمل أي لعبة في العالم اللي هي تلعب فيه وهي طبعا يعني لعبة من لفل وان وهو ده اللي أنا قلته لكم قبل كده ولتولكم النادي الأهلي بقى بيتعاقد مع لعبين ما كناش قبل كده بنجيب الليبل ده يعني انتوا عارفيني الدنيا بتتطور في النادي الأهلي تتطور مع الدنيا بدأ يجيب لعبة بتلعب في الدولة ومبيه وبيطلبوها بتروح تلعب في الامبيه وومن امبيه فطبعا داي دللك على قوة أو مستوى هذه اللعبة تيجي تعمل الفرق لو مش تيجي تعمل الفرق ما تجيش ومن حبها في النادي الأهلي قلت لك أنا ممكن أروح آه الشهر ده قضيه هناك في أمريكا ولكن قلت لك لا أنا قاعدة معاكم ومستمرة وهلعب لغاية قبل اشتراكي في الامبيه بيوم أو اتنين هرجع عامريكا فالحقيقة ده حاجة تدل على الانتماء يعني اللي بقى لها أربع خمس شهور معنا بقى عندها الانتماء للنادي اللي قاله هو ده وشوفنا حلقتنا اللي فاتت آلكس يانج اللي سمى بنته كايرو سمى بنته القاهرة وعمل لكم تقرير عن الموضوع ده وسجنا معاكم هو اسمه كايرو اسمها كايرو آلكس آلكس اختصار ألكزاندر فكايرو القاهرة اسكندرية فطبعا يعني اسمه مركب ولكن يعني هو اسمه اسكندرية واسمها كايرو بس اسمه مركب يعني يرمز إلى القاهرة إلى مصر ولكن هو ده النادي الأهلات اللي بدي صورة كبيرة جدا وحب للأجانب اللي بيجوا مصر لمصر كلها لأنه هو بيتعامل مع منظومة مؤسسة أنا شغال فيها حبتها فبالتالي هتديني مؤشر كويس جدا عن مصر الحمد لله وما سمعناش عمرنا عمرنا عن النادي الأهلي عمل مشاكل مع لعيب أو خلينا نتكلم بصراحة خد حق لعيب أو ما فيش الكلام ده بالعكس ده بيحصل العكس اللعيب يمشي ويبتدي النادي الأهلي ياخد الإجراءات القانونية مثلا لو لعيب مش ملتزم ولكن هلعيب يمشي من النادي الأهلي لا ده كل لعيبة بتتمنى أنها تستمر وتستمر وتستمر والجادة على بياتنا عن النادي ده